الرب يبارككم اخواني واخواتي الاعزاء في هذا اليوم الرائع تعيشون الفرح والسلام والامان تمتليون بالحب تمتليون بالجمال تمتليون بالصحة العظيمة تمتليون بالفرح العظيم ضو الكون يغطيكم وضو الكون يملأكم بكل الفرص العظيمة فتقولون هذا قل معي ضو الكون يملأني بالفرص العظيمة ضو الكون حمايتي ضو الكون بركاتي اعلن تحرري الدائم الابدي في هذا اليوم وكل يوم قول امتلأ بكل الفرص العظيمة الكون يملأني بكل الفرص العظيمة انا قضيب اجذب كل الفرص العظيمة في هذا اليوم وكل يوم ازدادوا شبابا قول هذا ازدادوا شبابا ازدادوا جمالا ازدادوا فرحا قوة الكون تملأني بالفرح قوة الكون تملأني بالسلام قوة الكون تملأني بالابداع تكرر باستمرار اجد في المحاضرات والدروس التي نعطيها نقدمها الى اخواننا واخواتنا اجد بعض الملاحظات اريد ان اشاركها معكم كل ما نعطيه من محاضرات اجد بعض الطلاب هو يقرأ معنا لكنه هو لا يستوعب هناك فرق اخواني واخواتي ما بين انك تقرأ درس وما بين انت تستوعبه علوم المتافيزيكس اخواني واخواتي ارجوكم اسمعوني علوم المتافيزيكس علوم فوق المادة علوم فوق المادة لا تتعامل مع المادة بمعنى ان هذه الظروف التي تعيشها لو كانت صعبة فانت فيك كل القوة على ان تتجاوزها الذي يجد في بعض من طلابنا الاعزاء انه هو يضع المادة ايضع التحديات والمشاكل قبل القوى الروحية بمعنى اذا شخص يريد ان يسافر على سبيل المثال هو نعم هو يدرس معنا لكنه نجده مباشرة يضع العراقين يقول مال لا املك مال او الفيزا صعبة او حياتي كذا او انا محدد بهذا الظروف فالخطأ الذي يحدث عند بعض طلابنا انه هو يضع المادة يضع ماذا يضع المادة قبل القوة العظيمة التي فيه انت فيك قوة عظيمة هذه القوة العظيمة هي التي خلقت المادة انت ضوء الكون انت روح الله انت الفرص العظيمة الفرص الغير محدودة المادة لا تساوي شيء امام عقل الله يعني هذه الارض كلها بمشاكلها وهمومها هذه لا تساوي ذرة اقل من الذرة امام الاكوان الهائلة والقوة الهائلة الكونية حتى اهدافك هدف لو تريد ان تسافر تحصل على مال تعمل تتزوج تشتري الف بيت هذه اهداف تعتبر لا شيء امام عقل الله فالذي يمنعك في النجاح في الحياة هو ليس الهدف وانما مخاوفك هي التي تحجب عنك مخاوفك هي التي تحجب عنك بمعنى انت تضع الظروف قبل القوة الغير المحدودة التي فيك يعني انت تسلم نفسك للظروف هذا هو الخطأ الذي يحدث عند قلابنا كيف تتجاوز المادة كيف تتجاوز المادة كيف تتجاوز الصعاب المشاكل التحديات كيف تحقق الاهداف تقفز فوق المادة وتجد نفسك انت تعيش الهدف وهو متحقق بمعنى لو تأتي الينا تقول استاذ هدفي اريد ان اسافر اقول لك في علوم المتافزيكس اترك كل المحددات اتركها اترك انك لا تملك مال اترك ان الفيزا صعبة اترك اترك لا تضع الظروف امامك وابني صور وانت تعيش في تلك الدولة وانت متجنس وانت تشعر بالبيت الجميل الذي انت تعيش فيه في تلك الدولة وصباحك تنهض صباحا وانت في تلك الدولة تعد الفطار وانت سعيد فرحان فهنا نحن في علوم المتافزيكس لم نذكر الظروف لماذا لم نذكر الظروف لان في علوم المتافزيكس الله فوق الظروف في علوم المتافزيكس ليس هناك الزمن والمسافة يعني ليس هناك مبدأ الزمن والمسافة لماذا انت تؤمن بظروفك الصعبة لانه انت مرتبط بالزمن والمسافة كيف تعرف في العالم المادي انت كنت طفلا؟ أسألك هذا السؤال كيف تعرف انت في العالم المادي انت كنت طفلا؟ الجواب هذا في العالم المادي تقول أنا أذكر هكذا جوابك إلي تقول أنا أذكر طفولتي وأذكر مدرستي إذن مسافة مسافة وبالتالي عندما تتذكر الطفولة سوف تتذكر كل الظروف السلبية وعندما تتذكر الماضي سوف تتذكر المستقبل بمعنى في المستقبل عندما تأتينا وتقول هدفي أريد أن أسافر فلأنك أنت تتذكر المستقبل فسوف تقول لا أملك المال لا أملك الفيزة هذا هو العالم المادي أنت مرتبط في العالم المادي بالزمن والزمن يخلق لك مشاكل نفسية عاطفية في الزمن إذا أصبت بجرح هنا جرح هذا هذه يدي في العالم المادي فأنت تنظر إلى الجرح تقول أها أنا مجروح لماذا آمنت أنت مجروح لأنك أنت تؤمن أنت الجسم لأنك أنت تؤمن هذا كأس وهذا ما تفصل تميز لكنه في علوم المتافيزيكس أنت لست الجسم بمعنى أنت لا تتمر لأنك أنت لست الجسم لأنك أنت فوق الزمن والمسافة الزمن والمسافة العالم المادي فيه أمر سلبي مهم يجب أن تعرفه في العالم المادي هناك أمر سلبي مهم يجب أن تعرفه هذا يدمرك بدون أن تشعر في العالم المادي وهو الذكريات في العالم المادي أنت كيف تميز اسمك وكيف تميز جسمك وكيف تميز وضعك المادي بسبب الذكريات فلأنك تتذكر ماذا حدث البارحة فبالطبع سوف تكون حياتك في هذا اليوم على ماذا حدث في البارحة فإذا البارحة سمعت كلام سلبي ضدك أو قانون سلبي ضدك أو فكرة سلبية ضدك أنت تفكر بها فتعيش حزيننا اليوم أو حتى قبل ساعة أنت مرتبط حتى بالذكريات قبل ساعة قبل ساعة تؤثر عليك الآن وبعد ساعة أيضا تؤثر عليك بعد ساعة لأنه بعد ساعة إذا لديك موعد دعونا نقول حساس جدا فأنت تتهيج نفسيا عاطفيا تفكر بالموعد وأنت بسبب الذكريات تتذكر ماذا حدث السنة الماضية وماذا حدث قبل سنتين وأربع سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة وأربعين وخمسين تتذكر تتذكر فكل الذكريات تصنعك الآن فأنت الآن الذي يشاهدني في العالم المادي أنت مجموعة من الذكريات منذ ولادتك إلى الآن هذا أنت المادي فسوف نجد في هذا الكتاب الرائع قصة بولي يحدثها عن سر في غاية الأهمية جدا مهم هذا يغير كل حياتك سوف نقرأ يعني لا نتناوله في هذه المحاضرة لكن سوف نوضحه في المحاضرات القادمة لكن أريد أن أذكره بسرعة ماذا يقول لها يقول لها حول الذكريات يقول لها عندما تركت الأرض تحررت بصورة تامة ويشرح لها يقول كيف تحررت بصورة تامة يقول لأن ذكرياتي التي كانت مرتبطة في الأرض مسحت مسحت ويذكر يقول كيف مسحت يقول لأخته كيف مسحت ذكرياته من الأرض لأنه أنت لماذا غير متحرر أنت لماذا دعونا نقول حزين أو خائف أو متعوب أو لديك ظروف سلبي لأنه أنت مرتبط بالذكريات الذكريات شغالة لأنك أنت عندما تنظر إلى يدك تقول هذه هي يدي كيف حكمت أن هذه هي يدك بسبب الذكرى لأنه كلمة يد مطبوعة في عقلك في وعيك الباطن فعندما أنت تقول يدي هذا بسبب الذكرى الذكريات عبارة عن أسماء وأفعال كيف أمسك هذا الكاس لأنه صورة الكاس وشكل الكاس مغروزة فيه فنعرف أن هذا كاس فعندما تمسح هذه الذكريات تمسح تماما مسحت من وعي بلي عندما غادر الأرض فقال عندما مسحت تحررت بمعنى هو لم يعد في البعد الرابع بعدها في البعد الرابع هو لم يعد ذلك الشخص الذي عاش في الأرض حياة صعبة وأريد فقط أن أكرر يذكر لها يقول كيف مسحت يذكر لها التالي يقول وجدت نفسي وأن ضوء شديد كبير هائل كثيف دخل في داخلي ومسح كل الذكريات المرتبطة بالأرض فتتحرر أو تحرر فهنا يأتي الآن الشيء العظيم في حياتك الآن الذي يغير كل شيء في حياتك أنت الآن كيف تنتصر على هذه المشاكل هو هذا الذي يغير كل حياتك نعم يغيرها تماما عندما تمسح الذكريات بمعنى تبني صور وأنت الآن تتمشى بجانب بحر وتصفق وتغني مع مجموعة من الناس تبني صور وأنت جسم ضوئي يحلق فوق الأرض أنت تمسح الذكريات الأرضية بل أنت تساعد نفسك وجسمك وتركيزك أن أنك تصبح قوة عظيمة تبني صور وبيتك مطلع بالذهب تبني صور وأنت تشاهدني الآن ابني صور وبيتك مطلع بالذهب تبني صور وأنت تشاهدني وأنت قبل ساعة كأنك أتيت من رحلة جميلة عظيمة في إحدى جزر الإسترالية وقبل ساعة دخلت البيت وتشاهدني الآن لأن الذكريات السلبية أنت عندما تشاهدني الآن وإذا ترتبط بالمادة فأنت تتذكر ماذا عملت قبل ساعة وهذا الخطأ يعني أنت تشاهدني دعونا نقول أنت الآن لديك حزن وأنت تشاهدني لماذا لديك حزن لأن الذكريات التي أنت مرتبط بها قبل ساعة هي التي عملت الأحزان ممكن صديق قال لك مسألة سلبية ممكن استلمت بريد ممكن قرأت قصة معينة ممكن تصل بك شخص فأحزنك فأنت مرتبط بالذكريات في المادة فامسحها صباحا وأنت تخسل وجهك بالماء قول هذا الماء ماء الخلود ماء الخلود ولا تراه كماء عادي قول هذا ماء الذهب أعطيكم هذا التمرين العظيم هذا التمرين العظيم هذا التمرين العظيم يغير كل حياتك كلها يغيرها وأنت تأخذ حمام باللغة الإنجليزية نسميه شاور يعني أنت تأخذ شاور ابني صور ابني صور وأنت تحت إحدى الشلالات الجميلة شلال جميل في طبيعة في تايلاند مثلا تايلاند مشهورة بالجبال والخضار والغابات وأنت تحت شلال هذا وأنت تأخذ حمام والماء يغطيك ويصفيك تغير الذكريات بينما في الحالة العادية عندما نزل شخص يستحم فهو يعتقد بالبيت ويعتقد بجسمه واسمه ويعتقد بنوع الحمام شكل الحمام لون الحمام وأيضا وهو ممكن يأخذ حمام يفكر يمتى متى يقوم بالانتهاء من الاستحمام لأنه لديه موعد هو هذا المدمر أنت تعيش المادة بل على العكس أنت لا تعيش المادة كما سوف يذكر لها بلي في هذه المحاضرة سوف نصل إلى هذا الكلام الرائع الذي قاله لها ماذا قال قال أنا هذا كلام الضغي الآن هو في البعد الرابع قال أنا الآن أستطيع أن أكبر جسمي الضوي وأصبح بحجم مجرات الكون هكذا سوف تقرؤون وأستطيع أن أصغر جسمي وأصبح بقدر حجم الذرة فيقولها يجب أن تعرف هذا وعلمها قال كيف تبنين أو كيف تكونين هذا الأمر علمها قال لها شاهدي صورة للكون وابني صورة أنت الكون نفسه فعن طريق هذه البنات الإيجابية أنت تحقق المعجزات في حياتك هذه القوة فوق المادة فأنت تعيش فوق المادة فبعض من الطلاب طلابنا أراهم نعم هم يقرؤون لكن هم لا يستوعبون هذا الأمر الذي نتحدث فيه لأنه مباشرة مثلا إذا تأتي فاتورة بمال يجب أن يدفعها يخاف يقول أنا لدي المال أنا لا أملك العمل الجيد يجب أن أدفع وكيف أدفع وأطفالي وأهلي وضع الظروف فوق القوى الروحية أنت يجب أن تضع القوى الروحية فوق الظروف عن طريق البناء الإيجابي مثلا يعني أحد الطرق المهمة أنك تبني صور عكس المادة تماما تشرب شاي لا ترى شاي ولا ترى كأس ولا ترى يدك يد ترى نفسك أنت ملاك ملاك ملاكا ملاكا هذا أثناء شربك الشاي ترى نفسك أنت ملاك ضوئي ولا ترى نفسك أنت جالس وحدك في البيت أو في الغرفة وأنت تشرب الشاي أنت ضوء ملاك ضوئي حولك ملاكا ضوئيون نعم هكذا وبيتك ليس على الأرض بيتك تبنيه في أعماق الكون وهذا الشاي شاي الذهب نشرب شاي الذهب شاي الذهب جسمك ذهب بيتك ذهب مكانك في أعماق الكون وحتى تبني صور أن حول بيتك ملاك يحلقون هكذا هو هكذا تكسر المادة تكسر المادة لأن المادة ترتبط بالذكريات بمعنى قبل دقيقة قبل ساعة قبل أسبوع قبل شهر قبل سنة كلها تتجمع فيك فتتذكر الحوادف السلبية تتذكر أبوك قال هكذا والدتك قالت هكذا وسوف تنتظر ماذا يحدث غدا تتابع الأخبار تخاف تقوم بحسابات بحسابات للمستقبل هذا هو الخطأ ففي علوم المتافزكس نحن لا نعيش المادة هذه دراسات علوم المتافزكس لا نعيش المادة نعيش فوق المادة يسمى التحرر يسمى الضوء فأنت فوق المادة أنت ضوء الكون في يوم في يوم ما مثلا تمطر مطر شديد لا ترى المطر مطرا تقول هذه الأمطار دولارات تنزل عليه أو كل قطرة مطر هي فرصة عظيمة تفتح شباك المطبخ لا تراك شباك قول أفتح شباك الأبدية أفتح شباك الخلود أفتح شباك الأبدية أفتح شباك الخلود تغير الأسماء وتغير الوضعية حول نفسك وحول بيتك وحول الأرض هذه دراسات علوم المتافيزيكس تغير تام في الوعي تغير تام في الصور تغير تام في الأشكال لماذا؟ لأنه هو هذا الضوء حقيقتك أنت تتكبر تتوسع تصغر تختفي هو هذا هذا الضوء كيف تعرف الضوء الضوء هو الله فأنت تستطيع أن تكون بحجم الكون تستطيع أن تكون ألكترون تستطيع أن تكون وردة تستطيع أن تكون جبل تبني بناءات والبناءات لا تنتهي أبدا لا تنتهي هذه البناءات تساعدك مساعدة عظيمة في أن تعيش حياة ناجحة على الأرض لأنك أنت الآن تنهي علاقتك بالمادة تنهيها انتهت المادة أنت لست الجسم أنت لست الشخص الصغير فدائما نقول لا تفكر أو تعتقد أنت صغير أنت قائد كبير عظيم أنت فيك كل الفرص لا تعتقد أنت هذا الإنسان المحبوس أو المسجون بظروفه أنت على خطأ كبير لا تعتقد أنت كنت طفلا بائسا حتى تحدثنا حول قانون العكس بمعنى تعكس طفولتك وتبني صور أن طفولتك أنت كنت ابن ملك تحدثنا كثيرا حول قانون العكس ولديك أنت ابن الملك أنت أمير ولديك أربعة خوات أميرات وثلاث أخوان أمراء وأنت ابن الملك ووالدك الملك ووالدتك الملكة وأخوانك وخواتك الأمراء والأميرات جالسين حول مائدة وتتناولون الطعام أنتم ملوك فرنسا العائلة المالكة الفرنسية قبل فمن ما أتعام مثلا في القرن في القرن الثاني عشر هكذا تبني شكل القصر وتبني شكلك وتبني كل كل الظروف فأنت تودع هنا أنت تودع المادة فأنت فأنت تبني حياتك بأي صيغة أنت تراها وبأي زمن وبأي مكان يسمى قانون العكس تحدثنا حوله بعمق وحتى الكوانتوم فيزيكس هذه كعلوم أثبتت صحتها هذا الذي نقوله أنك أنت تستطيع أن ترجع إلى الماضي وتغيره ترجع إلى الماضي وتبني صور عائلتك عدد أفراد عائلتك تعيش في قصر تعيش في بيت كبير تعيش في مزرعة جميلة تعيش في المريخ في أعماق الكون ترجع إلى عهود الديناصورات وتكون بيت هناك وتعيش هناك أو تبني صور وأنت بعد مليار سنة مع عائلة ملائكية في أعماق الكون تغير كله تغير هذه علوم المتافيزيكس فأنت تنتهي علاقتك مع جسمك تنتهي علاقتك مع وظيفتك تنتهي علاقتك كم تملك أو لا تملك تنتهي علاقتك مع دينك كله يمسح 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 لماذا؟ لأنك أنت الضوء هكذا كما يوضح لها بلي في هذه المحاضرات العظيمة إذا نعمل شير ونكمل شباب أفترض أنكم أيضا شاهدتم الأجزاء العشرة نحن في الجزء الحادي عشر وكل الأجزاء في غاية غاية الأهمية وشجعكم أن تشاهدوها وتفهموها وتستوعبوها رجعا لماذا يقول لماذا أنا عشت هكذا على الأرض هكذا يقول لماذا أنا عشت هكذا على الأرض هو يذكر هنا السبب يقول لا استطيع أن أفهم لماذا كانت هكذا حياتي على الأرض ونحن أيضا وضحنا أسباب أخرى لماذا عاش هو على الأرض كمدمن مخدرات وضحناها في الحلقة السابقة فلا نريد أن نكررها أنا فقط الآن وناقش الأمور المهمة في هذه الحلقة أما لماذا هو عاش على الأرض كمدمن مخدرات وضحناها أيضا أكثر فراجعوا الحلقة الماضية الجزء العشرة الحلقة رقم ستماء وستة وثمانون يقول الآن لماذا أتجهت إلى إدمان المخدرات الآن هو يسأل ويجيب يقول حسنا يقول أنا أعتقد أن هذا إدماني على المخدرات هو كان من الأمور الشيقة في حياتي التي حدثت في الأرض هذا تماما الذي يقوله it was very important struggle والسبب يقول لأنه كان فيه معاناة شديدة معاناة مهمة and in my case losing prepared me for a big one ويقول هنا يقول لأنه أنا فقدت حياتي على الأرض يقصد أنه بسبب أنه كان مدمن مخدرات يقول فبسبب فقداني للظروف الجيدة في الأرض فهذا هيأني لكي أربح كثيرا عندما تحول إلى طاقة ضوئية في البعد الرابع فيقول بسبب إدماني للمخدرات بسبب إدماني للمخدرات هذا جعلني أربح أربح حياتي ممكن في البعد الرابع يقول I couldn't note then but my ordeal on earth was getting me ready for what was to come يقول لكن أنا أعتقد أن الظروف التي عشتها على الأرض يعني كمدمن مخدرات ويقول هذه الظروف هيأتني لكي أعيش الحرية في البعد الرابع يقول هنا you see after hologram review most people don't go on to becoming the universe but don't worry that's fine with them it's different here that it is on earth no one wants to go some place other than where they are going هذا مهم الذي يقوله يقوله يقول التالي بعد أن نترك الأرض نحن يعني الأرضيين أو الذين نعيش في الأرض عندما نترك الأرض سوف نذهب إلى كما قلنا في الأجزاء السابقة سوف نذهب أولا إلى محطة الاستقبال نرتاح فيها نلتقي مع أقرباؤنا وماذا كانت اعتقاداتنا على الأرض نأخذها ونعيش بها هناك فالمسلم مع المسلمين المسيحي مع المسيحي العلماني مع العلماني تحدثنا كثيرا حوله بعدها نذهب إلى محطة المراجعة نراجع أعمالنا وحياتنا التي عشناها على الأرض فيقول هنا أغلب الناس لا يصبحون لا يصبحون في هذه الانتقالات لا يصبحون الكون ماذا يقصد لا يصبحون الكون بمعنى أنه أنت تبقى كجسم أو ككائن فيك صفات البشر يعني أنت لا تستطيع أن تتوسع فجأة وتصبح الكون أو تصبح نجمة أريد أن أوضح ماذا أقصد أكثر بهذا المثال ماذا نقصد هنا أنت في حالتك العادية أنت في حالتك العادية أقصد كظو كظو أنت في حالتك العادية كظو اسمعني أرجوك أرجوك اسمعني هذه حالتك العادية حقيقتك أقصد هنا أكتبها حقيقتك أنت كظو هذا في البعد الرابع أتحدث أكتب البعد الرابع أنا أتحدث ليس في الأرض ماذا يحدث كظو حقيقتك كظو تستطيع أن تتحول مباشرة مباشرة إلى حجم المجرات أنت أنت لأن أنت الضو وهذا حدث له سوف نقرأ هو حدث له قال أنا الآن أستطيع أن أتحول بحجمي كظو ويكون حجمي بقدر المجرات أو أستطيع أن أصغر حجمي وأستطيع أن أصبح بقدر الذرة فأنت كظو حقيقتك في البعد الرابع تستطيع أن تتحول إلى أولا مباشرة إلى حجم المجرات هذا واحد ثانيا تتحول إلى نجمة 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 مضيئة في الكون تتحول إلى طاقة ملائكية ضوئية طاقة ملائكية ضوئية بشكل كبير تشع ضوءا تحلق في السماء فعندما تكون أنت الضو أنت قابل للتغيير للتغيير الضوء يعني أنت طابل للتغيير الضوئي أنا أعرف هذا الكلام ممكن جدا كبير يعني ممكن أنت لا تقتنع به يعني أنا أعرف جيدا أنك ممكن الآن تفكر تقول كيف ممكن هذا أنه أنا أستطيع أن أكون بحجم المجرات أو أستطيع أن أتحاول إلى نجمة لكن هذه هي حقيقتك هذه هي حقيقتك هو الآن ماذا يوضح يقول لكن الإنسان الذي يترك الأرض الذي يترك الأرض ويذهب إلى محطات الاستقبال ثم إلى محطات المراجعة لا يستطيع لا يستطيع أن يعيش أن يعيش الكون يعني لا يستطيع أن يصبح نجمة كونية ولا يستطيع أن يصبح بحجم المجرات نعم هو يعيش الاسترخاء والفرح والسلام في هذه المحطة محطة الاستقبال لكن لا يستطيع مباشرة أن يتحاول إلى نجمة ضوئية أو يصبح حجمه بقدر المجرات والسبب هو يقول السبب لماذا السبب لأن هذا الإنسان كان مرتبط بالعقائد الأرضية هو هذا السبب الذي وضحه الضوئية ولهذا نحن لماذا دائما ننبه يجب أن تبني صورة وأنك نجمة ضوئية يجب أن تبني صورة وأنت الكون يجب أن تبني صور وأنت حجمك بقدر المجرات ونحن عملنا تمارين كثيرة بهذا الصدد يعني أنك من الآن أنت تتهيأ لأنه أيضا يقول يقول السبب أن الإنسان لا يتحول إلى الكون لأنه غير مهيئ هل تلاحظوا؟ شيء مهم يقول هنا يقول some souls بعض الأرواح go back to your planet to reincarnate and others go to places in the after world so to develop more and prepare for the becoming the universe experience هذا مهم في غاية الأهمية هذا لأنه مهم يجب أن أكتبه لأنه مهم رجاء بعض من الأرواح يرجعون إلى الأرض هل تلاحظوا؟ بعض من الأرواح يرجعون إلى الأرض والبعض الآخر يتدرب يتدرب لكي يتأهل يتأهل أن يصبح الكون أقرأ هنا بعض من الأرواح يرجعون إلى الأرض والبعض الآخر يتدرب لكي يتأهل أن يصبح الكون اقرأها جيدا بعض من الأرواح يرجعون إلى الأرض والبعض الآخر يتدرب لكي يتأهل أن يصبح الكون وأفضل أن أرسم تقدر هذا الأمر في غاية الأهمية أعطوني مجال أعد لوحة الرسم ونعمل شير مرة أخرى هذا الذي نرسمه في غاية الأهمية أوكي لاحظ هذه الأرض أول سطر الأرض هذه الأرض أعطوني مجال فقط وأعد التوضيح أرجوكم هذه الأرض هذه بعد أربعة محطة الاستقبال بعد أربعة ماذا؟ محطة الاستقبال طيب فوقها فوقها بالتفصيل محطة المراجعة بعد أربعة أربعة محطة المراجعة هذه رحلتك من هنا من هنا تبدأ وفيها الألوان التي فوق ما أنت تتصور فعندما تعيش فيها في البداية أنت تفرح كثيرا تفرح جدا جدا ليس كثيرا جدا 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 وتعتقد أنها هذه الأبدية والنهاية فتجد أبوك وأمك وأقرباءك وكله فرح كله فرح ركز كله فرح وتصفيق وغناء نعم هكذا فرح تصفيق غناء ألوان النوم غير موجود الليل ينتهي الأمراض غير موجودة وتشعر بتحرر تحرر تام ليس هناك لا قلق لا تعب لا تشام الطعام غير ضروري لا تفكر بالطعام حرارة برودة غير موجودة ضو موجود ضو ضو الكون ليست الشمس وتجد حدائق كله حدائق حدائق بحيرات طيور جميلة وناس مختلف الأنواع مختلف الطواف وكلنا يعيش بسعادة وفرح بعدها تنتقل إلى محطة المراجعة هذا التي يذكرها بلي ويذكرها أيضا يعني علماء آخرون بالمناسبة لكي تقرأ مسيرة حياتك تشاهد أقصد بعيونك الروحية ليست بهذه العين هذا فقط إشارة تشاهد ماذا عملت في الأرض نقاط النقاط المحطة التي مررت فيها كلها منذ الدقيقة الأولى التي ولدت فيها في الأرض إلى آخر دقيقة هذه محطة المراجعة قسم الآن يمل من محطة الاستقبال بالمناسبة أريد فقط أن أوضح شيء أيضا لا أريده أن مهم هذا أن أن محطة المراجعة ومحطة الاستقبال يعني أنت ترجع هكذا تعيش يعني يعني أنت ذهب إلى محطة المراجعة وفي هذا التردد محطة المراجعة ومحطة الاستقبال هكذا أوكي قسم منهم بعدها يرجع إلى الأرض يرجع ترجع يرجع أو ترجع ترجع المجاميع ترجع يرجعون بعض الناس قسم منهم بعدها يبدون مرحلة جديدة من التطور يصعد أعلى هذا الأعلى يصفه بلي يسميه الكون بمعنى أنت تتأهل أن تكون الكون أنت تتأهل أن تكون ماذا الكون هنا تبدأ الآن مرحلة جديدة تتأهل أوكي لكي تكون الكون تسعد تتأهل لكي تكون الكون إذن الأرض محطة الاستقبال محطة المراجعة أما ترجع إلى الأرض أو تصعد تكمل المشوار تتأهل لكي تكون الكون طبعا فيه شرح آخر وفيه إعدادات أخرى بالمناسبة يعني ممكن أيضا دعوني وضحها هناك إعدادات أو ترتيبات أخرى ماذا أقصد أعطوني مجال عندما أنت هنا الآن في البعد الرابع أنت في البعد الرابع تتأهل لكي تكون الكون هنا أنا أقصد هذا البعد الرابع تتأهل لكي تكون الكون أي أنت فوق محطة المراجعة هذه محطة المراجعة أنت فوقها أنت هذه تحتك محطة المراجعة أوكي وتحتك محطة الاستقبال تحتك محطة الاستقبال هذه محطة الاستقبال تحتك فأنت تجاوزت محطة الاستقبال تجاوزت محطة المراجعة فهنا هو هذا الذي نريد أن نشرحه هنا ماذا يحدث تتأهل لكي تكون الكون أنت تدخل الآن في دراسات في دراسات يعدوك يعدوك ليس يعدوك 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 يهيئوك لكي تقوم بالمسؤوليات بالمسؤوليات الكونية أوضيحها أوضيحها لكي تقوم بالمسؤوليات ما هي المسؤوليات هذه ما هي المسؤوليات مثلا ما هي هذه المسؤوليات أكتبها هنا تكون أنت في مسؤولية روح المساعدة روح المساعدة تكون أنت في مسؤولية روح المساعدة يهيئك على أنك تكون أنت في وظيفة روح المساعدة مثلا يدربك على أنك تلتقي بالأرواح المعلقة وتأخذهم تنقلهم إلى الضوء هذا دور روح المساعدة مثلا أو يهيئك أنت أنت يهيئك أن تكون روح المساعدة يرسلوك إلى الأرض من أجل أن الذي يغادر الأرض ينظر إليك وأنت تأخذه إلى البعد الرابع أنت روح مساعدة تكون أغلب أرواح المساعدة التي أنت تقرأ حولها أرواح المساعدة كانوا بشر مثلنا يعني كانوا هكذا بالجسم يعيشون في الأرض لديهم حكمة لديهم طيبة يفكرون بالروحانيات ودخلوا أيضا نفس الشيء محطة استقبال محطة مراجعة وصعدوا أعلى وأصبحت وظيفتهم الأولى روح المساعدة روح المساعدة هي هذه الوظيفة الأولى البسيطة يعني دعونا نقول بهذا بهذه اللغة أول وظيفة كونية لك في البعد الرابع أنت تهيئ أن تكون روح مساعدة هذه أول وظيفة أول درجة من التطور يرسلك يقولون لك هذه مدينة فيها أرواح معلقة يعني يرسلك أنت لا تذهب وحدك مجموعة ممكن أنتم ما أتروح مساعدة ألف روح مساعدة ومعاكم الماستر هذا المدرب الكبير هكذا المدرب الكبير يوجهكم روح المساعدة الوظيفة الأولى أيضا روح المساعدة فقط انتبه إلى هذا الأمر روح المساعدة هذا شيء مهم الآن روح المساعدة أنت ممكن في روح المساعدة يعني أنت الآن روح مساعدة أنت تنزل إلى الأرض أو تتصل بالأرض وتهمس تهمس في الناس أمور الحكمة مثلا إنسان أرضي يفكر يريد أن يدرس دراسة الهندسة دراسات هندسية هو محتار فهو يسمع صوت ويعطوه بعض الملاحظات أو بعض الحكمة يقولون له اختار كذا أعمل كذا هذا روح المساعدة الذي هو أنت أساسا فهذا الإنسان الأرضي يسمع حمسات يسمع حمسات هو ماذا يعتقد يعتقد أنه ملاك يعني الذي يتحدث معه يعتقد أنه ملاك أو الله أو الكون لكنه لا يعرف هذا الإنسان الأرضي أساسا هو أنت الذي تهمس بإبنه لأن أنت روح مساعدة أصبحتك نعطيكم مثال آخر الفنان لحن موسيقي لحن موسيقي بارع فنان ملحن موسيقار وكون لحن موسيقي بارع هو لا يعرف هذا الفنان أن الذي شاركه بتكوين هذا اللحن هو روح مساعدة نعم روح مساعدة تمده بالموسيقات تمد شخص آخر بالحكمة تحميه تحمي شخص آخر من شر أرواح مساعدة فهذه هي الدرجة الأولى نشبيهها تماما أيضا بالوظائف الأرضية نشبيهها تماما بالوظائف الأرضية تماما في الأرض طالب يدرس علوم يدرس علوم الطب طالب يدرس علوم الطب نشبيهها تماما بالأرض طالب يدرس علوم الطب عندما يتخرج هذا الطالب لا يستطيع أن يدير مستشفى كامل الطالب الطبيب المتخرج بالبداية يعطوه مسؤولية جدا بسيطة المتخرج يسموه باللغة الإنجليزية براكتيشنر يعني طبيب مطبق براكتيشنر يعني مطبق بسيط فتجدوه في البداية يشعر بعدم الثقة يشعر بالارتباك الطباء حوله قبله لهم خبرة يقودوه يدرسوه يعلموه هذا الطبيب المتخرج جديدا يسموه براكتيشنر بعدها دعونا نقول عشرة سنوات تجد هذا الطبيب اختص بمجال معين من مجالات الطب بعد ثلاثين سنة انتقل من هذه المستشفى وانتقل من هذه المستشفى وأدار هذه المستشفى أصبح مدير لمستشفى مثلا كذلك نفس الشيء للمهندس الذي يبدأ رحلته في الهندسة كذلك الفنان عندما يبدأ يغني أو يبدأ يؤلف لحن أيضا يبدأ الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فأنت في البعد الرابع يجب أن تتهيأ أيضا ويجب أن تعرف هذه الأمور أن أول درجة وظيفية تكون أنت روح مساعدة بسيطة يعلموك يدربوك يقول لك هناك ثلاثة أرواح معلقة تعال معنا لكي نريك كيف تديرهم كيف تخلصهم هكذا الكون جامعة نفس جامعة الأرض كيف الجامعات الأرضية فيها السنة الأولى والثانية والثالثة وبعد التخرج مثلا المهندس المتخرج حديثا أو الطبيب المتخرج حديثا أو الفنان المتخرج حديثا يعطوه مهمة بسيطة وبعد عشر سنوات مجرد فرضية بعد عشر سنوات يستلم مسؤولية أكبر وبعد عشرين أو ثلاثين سنة تجده يصل إلى مراكز مهمة في الشركة أو في الحكومة أو يعني أقصد في المجال الذي يتخصص فيه فهذا أيضا في البعد الرابع نفس الشيء وظيفتك الأولى روح مساعدة وظيفتك الأولى روح مساعدة تدرس روح المساعدة هذه تتعلمها تزاولها 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 هذا في البعد الرابع تزاول 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 بعدها تصعد أعلى تترك روح المساعدة يعني روح المساعدة بعدها يأتي شخص غيرك جديد أيضا يمارسها أنت الآن تصعد إلى الأعلى بعد روح المساعدة لأنك أنت اشتغلت فيها كثيرا اشتغلت مع أرواح مساعدة أخرى اتصلت بالأرض كثير خلصت أو حررت أرواح معلقة كثيرة اشتغلت 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 صعدت إلى درجة أعلى من الحكمة يعطوك مهمة أخرى ويعطوك مهمة أخرى تصعد 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 إلى أين تصعد تصعد إلى درجة تقوم أنت تبني تبني كوكب هكذا تبني كوكب تبني مجرة هذا فوق 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 كله محطات صعود كله علم وحكمة وحب الذي يختلف في البعد الرابع عن البعد الرابع الذي يختلف اختلاف البعد الرابع عن البعد الثالث أن البعد الثالث لا يطبق الحب هو هذا الخطأ في البعد الثالث أنت إذا تدخل كلية الهندسة لا يدرسك الحب العلم فقط هذا هو الخطأ في البعد الرابع أنت لا تستطيع أن ترقى فقط بالعلم يجب أن تصعد بالحب أكثر لأن الحب هو ذات الكون والحكمة أيضا ذات الكون بمعنى التطور الارتقائي أو التطور في البعد الرابع يجب أن يكون مع الحب ولهذا تجد أنت في البعد الرابع ماستر الماسترز يعني هؤلاء الكبار من الملائكة ماستر الماسترز يشعون ضوء بقوة نعم ضوء قوي جدا وحكمة قوية كبيرة وتتغير أشكالهم يصبحوا لك ألف نجمة في ثانية يصبحوا لك عشرة مجرات لديهم قوة هائلة كيف تطوروا هذه القوة عن طريق الحب وعن طريق الدراسة في البعد الرابع الشيء المهم في غاية غاية الأهمية في البعد الرابع هو الالتزام 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 في التطور إذا تريد أن تتطور يجب أن تلتزم بمعنى يجب أن تتبع التعاليم من الأعلى منك بالاحترام والقدسية ولهذا الالتزام في البعد الثالث جدا مهم جدا مهم فالشخص الغير ملتزم في البعد الثالث لا يستطيع أن يتطور في البعد الرابع أبدا لأن في البعد الرابع التزام لأن مسؤوليات عمل أنت لا تستطيع أن تبقى في محطة الاستقبال إلى الأبد لأنها تصبح مملة انتبه إلى الذي أقوله أنت لا تستطيع أن تبقى في محطة الاستقبال إلى الأبد لأنها تصبح مملة لا أحد يبقى كلهم أما يرتقون أو تجدهم يرجعون إلى الأرض قسم منهم يرجع إلى الأرض وقسم منهم يرتقي الارتقاء يحتاج التزام ويحتاج حب ويحتاج دراسة هذا جزء من حياتك هناك أجزاء كثيرة أخرى بالمناسبة